بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان أهلاً ومرحباً بكم حلقة جديدة من استوديو التحليل ومبارات الأهلي وأسوان في الأسبوع العشرين من عمر الدوري العام المصري للكرد القدم والتي سوف تقام على أستاذ القاهرة إن شاء الله الساعة التاسعة مساء النهاردة عايز أكلمكم على سر جديد من أسرار الفانيلا الحمرة اللي هي روح الفانيلا الحمرة وده سر ما يحسش به قوي إلا اللي لبس الفانيلا الحمرة فعلاً دي واحدة من أكبر المميزات اللي بيتميز بيها النادي الأهلي ولعبت النادي الأهلي عن باقي الفرق وأنا شرفت إن أنا لعبت في النادي الأهلي وقبل ما روح النادي الأهلي لعبت في نادي الكروم فحسيت فعلاً بالفرق بين روح الفانيلا الحمرة وروح أي فانيلا تانية المنافسين كمان يعرفوها كويس قوي وأنا من ناس دولت اللي أنا شفتها وأنا لابس الفانيلا الحمرة وحسيت بيها وأنا مش لابس الفانيلا الحمرة لأن الفرق اللي قدامنا جربوها دايما وجربوا ازاي انت الحد اخر ثانية وانت مسك الملعب وحاسس ان الكورة او الماتش هيبقى بتاعك في اخر ثانية بعد ما تكون حاسس بان الماتش دوت والبطولة دي بتاعتك تلاقي الخسارة جاية لك ما تعرفش منين يقوم المرض الاحمر بفضل الروح اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي روح الفانيلا الحامرة الروح اللي بتخلي كل المنافسين لا يقمنون انتهاء المباراة الا مع صفارة الحكم فقط ويمكن كمان بعد صفارة الحكم المباريات والبطولات تحولت مسارها بسبب روح الفانيلا الحامرة وانا كنت واحد من اللي عشت اللقطات دية وعشت اللحظات دية الاهلي بيستطيع بهذه الروح تعويض الكثير والكثير يعني فيه اوقات كتير جدا بناخد الجيم او بناخد البطولة ونحسنها في اللحظات الاخيرة واللحظات الصعبة من المباراة يا ما تخطينا صعاب يا ما تخطينا مطبط اللي بيصنحها البعض في طريق المريض الاحمر ولكن تبقى دائما روح الفانيلا الحامرة هي السر الاكبر مباريات كتير جدا اعتقدنا واعتقد البعض ان الامر انتهى والمنافس يمكن بيفرح بتحقيق انتصار او تعادل مع الاهلي ولكن تيجي لحظة الحسم بفضل روح الفانيلا الحامرة ويامهم نفسين رفعوا قضيهم فرحانين قبل ثواني من انتهاء المباراة وهللوا برفع كاس البطولة لكنها تحولت في اللحظات الاخيرة اشتركوا في القناة